أول مبارح ورسمياً رحل المدرب الألماني يورجين كلوب عن نادي الليفربول الإنجليزي ليلة وداع من المدربين اللي أثروا في تاريخ النادي على مدار 9 سنين من البطلات المحلية والدولية طبعاً عدسات الكاميرات رصدت اللحظة المهمة اللي ودع فيها نجمنا المصري محمد صلاح يورجين كلوب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الوداع من ضفنا عبر الهاتف كابتن إبراهيم هالهول المدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صباح الخير يا كابتن صباح الخير يا أستاذ دينا تحيات لحضرتك وتحيات الأسرة في البرنامج وتحيات الأستاذ المشاهدين وتحية مصر تحية مصر في البداية يا كابتن إبراهيم إزاي شفت المشهد الأخير اللي ودع يورجين كلوب من فريق ليفربول أستاذ دينا طبعاً ودع أسطوري يعني وإحنا بنقول كده يعني أكذا يتم تكريم الأساطير ورد الجميل يعني عايزين يقول أن يورجين كلوب أسطورة فحرت اسمها داخل قلعة الأنفلد في الكرة الإنجليزية في الدور الإنجليزي يعني بكل حب وتقدير واحترام لأن الرياضة طبعاً هي حب وطاعة واحترام اللي احنا شاهدنا دول هي طبعاً لحظات يعني لحظات ودع مقلمة ولكن يتبقى خلدة في الزكرة وتزادينا كلوب طبعاً حاجة أنا يعني على المستوى الشخصي قابلته أكتر من مرة لا هو مش مدرب كورت القدم بس لا ده هو قب ده هو يعني معلم وفنان في كورت القدم يجيد التعامل مع اللعبة بطريقة عالية جداً يعني هو زرع وحسب زي ما بنقول يعني دخل من 2015 وخرج من الباب الكبير النهاردة يورجن كلاب حط اسمه ضمن أستطير ليفربول طبعاً يعني في مقولة كده اللي ناخدها نقولها للناس إن كورت القدم مجرد لعبة يتمتع بها الناس في نهاية الأسبوع ولكن النهاردة بقت مش لعبة بس ده بقت عشق وبقت يعني حاجة بتجذب الجمائير على مستوى العالمة والتزادينا لا الوداع كان يلدت فعلاً بيورجن كلاب بالسبع بطولات اللي دخلهم لنادي ليفربول وخلى ليفربول كمان على مطاف القدار يعني المعارضة عن لو نقوف ليفربول من ثلاثين بالضبط كده يعني حضرتك بتشوفي يعني ليفربول على تاريخ الدوري الإنجليزي محققش من سنين مع ليفربول يورجن كلاب بقى رقم واحد مع ليفربول يورجن كلاب النهاردة يعني هو كان أضاف أضاف حتى كمان لو ده كلمنا على حتة محمد صلاح كمان زي ما حضرت قلت لي محمد صلاح لأ العلاقة كويسة جداً أنا شفت الكلام ده على مستوى الشخصي حتى لو شفنا مثلاً ده اللي أنا عايزة تقال حداك عليه هو طبعاً حالة يعني معنوية أضافها كلاب لفريق ليفربول كله على طوال تسعة سنين لكن ليه كان علاقة خاصة جداً مع محمد صلاح وده كان ظهر جداً في وداعه بالأمس بالضبط بص يا أستاذ دينا سؤال قوي جداً أنا عايزة أخد ديه كمدرب أنا بقى أخد زي يورجن كلاب اشتغل على الجانب العقلي والقوة الزهنية لمحمد صلاح ويخلى المانتالة عنده بقى عالية جداً طبعاً اشتغل على قوة البدنية والزهنية وإزاي إنه هو يعني وصل لمحمد صلاح إنه هو يكون مؤثر في كل مباراة لا ده مش في كل مباراة ده في كل هجمة يعني دخل عنده حتة الارتزام والانضباط والسيطرة على القدرات والصفة بالنفس وكمان وصله كمان أستاذ دينا التخيل للمواقف وده مش أي مدرب يقدر يوصل لللاعب بقى فيه كده كوميونيكيشن كده سكيل بينه مهمة الاثنين طبعاً يعني هو وصل للموايبة يتخيل الحدث قبله يعني وقوع الحدث نفسه وكمان اشتغل معاه لحتة الضغوط المختلفة وكيفية التغلب عليه يعني أنت حداك شايف إن تطور محمد صلاح فنان اتشكل فعلاً بدخوله قلعة أنفلد واحتكاكم مباشر بالمدرب الألماني يورجن كلوب؟ بالضبط يا أستاذ دينا أسلوب معيشي قاسي خلى محمد صلاح وصل لرقم واحد في العالم أسلوب معيشي يتظل يعني فيه حرمان والاستاذان النهاردة النهاردة محمد صلاح يوقعه ثلاث ساعات في الجيمة أستاذ دينا ثلاث ساعات النهاردة مين؟ بس حرمان والتزام ولكن مع حب اللي هو بيعمله يعني ما كانش مع ضغط عصب بالعكس لا طب بالضبط كده يعني لازم يعني هو حط حتة المنتاليتي والقوة الانفجارية عند محمد صلاح إمتى يأخذ القرار؟ على فكرة أستاذ دينا أخذ بس كده يعني عشر ثواني في الاتحاد الإنجليزي عندنا المخاضرين بيجيبونا نماذج وبيجيبونا نموذج محمد صلاح إزاي؟ هو بقى جاي من إين؟ وبقى فين دلوقتي ليه بقى؟ لأن محمد صلاح من لعبة الكبار على مستوى العالم في تاريخ كورة القدم ضح بقرار يعني يعني احنا بنشرح كمان للولاد وبنشرح للعبة الموجودة هنا داخل إنجلترا إزاي؟ احنا بيجيب محمد صلاح وبيبقى نموذج وبنقس عليه الالتزام أنت النهاردة عشان تبقى مرتزم في وصف الكبار ومتقلط لازم يكون عندك جانب عقلي وزهني عالي جدا وصحب كرار فالنهاردة محمد صلاح لأ رقم واحد آه يعني أنا شفت بقول لحد ذلك على مستوى ببقى موجود معهم يعني في القتيل بشوف من قريب مع ليفربول دول هذي التعامل بيكون قوي جدا ويعني زي ما بنقول كده في حميمية وصداقة كبيرة جدا من يورجي كلوب وكل اللي عامين ليفربول بشكل كبير بشكرك شكرا جزينا أنا كابتن إبراهيم هالهولي مدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم